متابعي القناة مرحبا بكم معنا في فيديو جديد ما تنسيش دعمنا بالاشتراك في القناة وتفعيل الجرس بيش تصلكم كل الأخبار الجديدة والحصرية جورجيا ميلوني تقول أن رئيس تونس قيس سعيد محق ولا يجب أن نتعامل مع تونس بمنطق أبوي أو الوصاية علقت رئيس الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني على رفض رئيس الجمهورية قيس سعيد قبول الصدقات من أمول الاتحاد الأوروبي بالقول أعتقد أن سعيد كان يخاطب رأيه العام وقالت ميلوني في مقابلة حصرية مع محطة سكايفاندكات الإخبارية ونقلتها وكالة آكي أنه بعد ذلك لم يقل سعيد شيئا عن الدعم الذي تقدمه إيطاليا أيضا مشيرة إلى أن العلاقة مع الدول الإفريقية يجب أن تتغير بشكل يضع حدا للنهج الأبوي المتبع من جانبنا كما لو كنا متفوقين وهذه ليست الطريقة الصحيحة للتعامل مع هذه القضية ورأت رئيس الحكومة أن السبيل الصحيح ينتوي على احترام المتبادل على قدم المساوات وفي ذل شراكة استراتيجية ولا يمكننا التقدم بطلب نحن ندفع لكم لوقف المهاجرين بل أن النقطة المهمة تتمثل فيه إذا كنا قادرين على بدء التعاون مع نتاق 360 درجة بجدية ويقوم على أساس نمو لفائدة الجميع لا على نهج ينظروا من أعلى إلى أسفل يقول فيه سعيد ونحن نبدأ تأييد وأوضحت ميلوني أن ما يدركه الجميع هو استحالة الاعتقاد بأن مشكلة الهجرة غير النظامية هذه يمكن إيقافها في إيطاليا أولا لأنني لن أسمح بذلك وثانيا لأن حجم ما يحدث في إفريقيا في غياب حل سياسي وعمل هيكلي يجب القيام بها معها سيطغى على الجميع لم نتصور حلولا ناجعة ونوهت بأن موضوع الهجرة هو نتيجة مباشرة لحرب هجينة يتم خضوعها بوسائل كثيرة بما في ذلك آدات الجوع أي القمح واختتمت بالقول لذلك عندما نتحدث عن إدارة ظاهرات الهجرة غير النظامية فإننا نتحدث عن هذا أيضا وفق ما نقلت عنها وكالت آكي يوم الإربعاء أعلنت وزارة شؤون الخارجية والهجرة والتونسين بالخارج أن السلطات التونسية لم تبدي أي موافقة على صرف مبلغ 60 مليون أورو من قبل الاتحاد الأوروبي لدعم الميزانية التونسية وذلك على إثر تداول خبر بخصوص هذه المسألة وأكدت الوزارة في بلاغ لها ما كان ورد في البلاغ الصادر عن رئاسة الجمهورية بتاريخ 2 أكتوبر الجاري حيث كان شدد رئيس الجمهورية قيسس عيد يومها خلال تطرقه مع وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسين بالخارج نبيل عمار إلى علاقات تونس مع الاتحاد الأوروبي على أن تونس التي تقبل بالتعاون لا تقبل بما يشبه المنى أو الصدقة فتونس وشعبها لا يريد التعاطف بل لا يقبل به إذا كان دون احترام وأعرب سعيد عن رفض تونس لما تم الإعلان عنه في الأيام القليلة الماضية من قبل الاتحاد الأوروبي لا لزهد المبلغ بل لأن هذا المقترح يتعارض مع مذكرة التفاهم التي تم توقيعها في تونس ومع الروح التي سادت أثناء مؤتمر روما في جويليار فارد الذي كان بمبادرة تونسية إيطالية